ليه مفقود حياته يا دكتور يعني ليه رصد ما ترك ولم ترصد حياته الله أعلم المؤرخون كانوا يعنون بالتاريخ الرسمي أو التاريخ الاجتماعي يعني هو يبدو لم يتولى منصبا لم يتولى شيئا ذابال لم يمدح لم يدخل في خصومات مع ناس هو حالة كأنه حالة وجد وحالة هيام وانقطع لذاته يعني مع أيضا تأثره بالعلماء والأولياء هل ممكن نقول أنه كمان الحقبة الزمنية اللي كان موجود فيها أو الفترة اللي كان موجود فيها ما بين خروجا من الفاطميين ودخولا إلى الدولة الأيوبية وانتقالات كثيرة انتشار السرطان عفوا الطعون في هذا الوقت انخفاض منسوب المهر الأشياء كثيرة كانت موجودة في المحيط الخاص بابن الفرد في هذا التوقيت هل كانت ممكن نقول عنها أنها كانت شاغل أكبر عن رصد شخصية أو حياة شخصية مثل ابن الفرد؟ لا هو قد تكون هذه ولكن هو عاش في الثلث الأخير من القرن السادس الهجري والثلث الأول من القرن السابع الهجري وكذلك عاش في الثلث الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي والثلث الأول من القرن الثلث عشر الميلادي لا أنا أريد أن أقول هو لأنه لم يتولى منصبا زى شاء ولم يمدح الأمراء ولم يمدح الملوك في عزلة روحية وعزلة نفسية وعزلة ثقافية وكثير من العلماء والمثقفين اللي هم وهبوا نفسهم للعلم أيضا لا تعرف حياتهم إلا بعد رحيلهم بأعمالهم فقط يعني أنا في مثلا نموذج أيضا أنه عندما يصف بسموها المحبة الإلهية أو في الخمر الإلهية لا تقول في الحقيقة الإلهية أو المحبة الإلهية يعني كلام أيضا عندما نقوله الآن يعني أنا أمام الشعراء ومبدعين ومختلط بهم ليس هناك شاعر أنتج مثل هذا الشاعر حتى إلى الآن يعني أقول لحضرتك لو سمحت بس نحن نتلو منها بس شيء بسيطة يعني مثلا في العنوان في المحبة الإلهية مثلا قصيدة في المحبة الإلهية وشربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم السكر هنا يرمز إلى الولى والحيرة وليس سكر حقيقي ثم يقول بقى عن هذه السماء المحبة أو الخمرة أو له ذهب عن الحس المألوف يقول يقولون لصفها فأنت بوصفها عليم أو خبير قال أجل عندي بأوصافها علمه صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم يعني شوف صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم ثم يقول تقدم كل الكائنات حديثها قديما ولا شكل هناك ولا جسم وقامت بها الأشياء ثم لحكمة بها احتجبت عن كل من لا له فهم وهامت بها روحي بحيث تمازجت تحادا ولا جرم تخلى له جرم فخمر ولا كرم وآدم لأب وكرم ولا خمر ولا أمها أم ثم يأتي ببيت يعبر عن فلسفة الفلسفة المادية والروحية ولطف الأواني في الحقيقة نابع لطف المعاني ده عكس الآية الناس يقولون أن المعنى لا يظهر إلا باللفظ وإلا بالصور لا ويقول المعنى الدقيق والمعنى الجميل هو الذي يجلب اللفظ الرشيق والشكل الجيد الروحية المرتفعة بتأتي بالمصطلحات الجميلة بالمصطلحة كثيرا وهي قصيدة رائعة من الروائع وكل ما ترك ابن الفرض الحقيقي بضوح حضراتكم لقرأته هو الديوان صغير جدا ولكنه يحتاج كل قصيدة تحتاج إلى شرح مطول لأنه فيها معاني كثيرة ورموز كثيرة وفيها توظيف التراث وفيها نسميها تراث الحواس والرموز والمعاني غير المألوفة أشياء كثيرة يحتاج الوقت إلى الإفاضة فيها اشتركوا في القناة